السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعة قناة تعليم بلا حدود. النهاردة هنتكلم على موضوع سعرية جدا يخص معادلة الشهادة الجامعية بسلطانة عمان. دلوقتي مطلوب من بعض الناس انهم يرفعوا بياناتهم ويقولوا ان تمت المعادلة او لا. وعشان نعمل الموضوع ده بكل بساطة. هنروح على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وده هنه سيب لكم الرابط فيه صندوق الوصفة اسفل الفيديو. وهتضغط على كلمة تسجيل دخول وهتكتب هنا رقمك المدني. وهتكتب هنا الباسورد. وعادة الباسورد بتكون اس ار ورقمك المدني مرة تانية. وبيكون الاس والار حرفين كابتل. تمام? او ممكن يكون الباسورد غير كده على حسب ما انت عامله. بعدين بتعمل تسجيل دخول. بعدين بتقول اذهب الى صفحتك الرئاسية. وهتروح على كلمة عرض الملفات. لو كان تمت المعادلة عندك هتلاقي عندك هنا كلمة شهادة المعادلة وجنبها كلمة فيو. ولو عايز تتأكد انه تمت المعادلة ولا لا بتروح عند كلمة تصديق الشهادة والمعادلة. وهتلاقي هنا مكتوب عندك كلمة تمت المعادلة. فبتروح على عرض الملفات عشان تحمل الشهادة. فهتلاقي عندك كلمة فيو قدام كلمة شهادة المعادلة تضغط عليها. هيروح اعمل لك تنزيل لشهادة المعادلة زي ما انتم شايفين. تمام? طبعا هتحفظها عندك في او هتحفظها عندك على سطح المكتب كما تحب. بعدين هتروح على الرابط التاني. الرابط ده اللي هو خاص بتعبئة البيانات. هتكتب هنا اسمك الرباعي. وهتكتب هنا النوع والجنسية. وبعدين التخصص بتاعك معلم مسلا مادة رياضيات او اي معلم. وممكن لو الوظيفة مش مجودة هنا ممكن تختار كلمة اخرى. تمام? لو مش موجود الوظيفة بتاعتك. او تختار مسلا المعلم اللي انت محتاجه. بعدين هتكتب رقم بطاعة المقيم ورقم الجواز ورقم الملفة في الوزارة. بعدين تكتب تاريخ تعيينك ومحافظة التعيين. وكمان اسم المدرسة اللي انت فيها. ورقم الهاتف بتاعك والبريد الالكتروني ويفضل تكتب البريد بتاع الوزارة. وبعدين هتكتب هنا طبعا هل كنت بتقديم طلب المعادلة? هتقول له مسلا ان انت قدمت نعم. لو انت ما قدمتش هتقول لا. وبعدين هتقول له في حالة الاجابة بنعم هل تمت المعادلة فهتختاري اما كلمة تمت المعادلة او قيد الاجراء او مرفوضة للمعادلة رفضت هتكتب هنا الاجراء اللي تم معاك. فهتقول مسلا تمت المعادلة. بعدين هتختار الملف بتاع المعادلة ايا كان تخزينه. مسلا هنروح على الوزارة وهتختار الشهادة بتاعتك اللي هي المعادلة وهتقول لها open. وبعدين هتضغط على كلمة تقديم ويبقى كده انت قدمت البيانات اللي بتقول ان انت عملت المعادلة بتاعتك. طبعا الفيديو ده بسيط وسهل وسريع على اساس تقدر تعمل اه متابعة للمعادلة بتاعتك وترسلها للوزارة. ولو في اي اسئلة عندكم او تعليقات اكتبوها اسفل الفيديو عشان اقدر ارد عليكم وان شاء الله موفقين جميعا. واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.